موسيقى 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 نحن عنا سوس ورك أيمن ورك أيسر يعني هو يجمع رأس الوج ومعه الجوف داع المنغاج بالفرنسية حتى اللاتينية يعني هناك ذروف تتوفر عند الجنيين عند الهالحمن ويخرج من بلاستو في فترة الملين فترة الحمن هنا هنكون معناتها ضد بعض الأفكار الشائعة اللي كونه ظروف الولادة أو الطبيب المشرف على الولادة كيفاش خرج الصغير أو حتى القابلة أو أيطار شبه تبي لا يمكن أن يتسبب في الخلع الورك هو الجنين اللي بعد تيولي طفل حديث الولادة من الدقائق الأولى من الولادة ويكون عنده الخلع هذا لأنه ينجم حتى إذا كان صارت مثلاً جذب أو سحب ممكن عظم الفخد يتكسر لكن الورك ما يخرجش من بلاستو ما تهماش حاجة نجم تخرجه من بلاستو يقولوا هذي يا دكتور منعرش نتشوه خلقي؟ هو مولود به صغير هو مولود به هو يتكون من الأسباع الأولى منجموش نتكلم على خلع الورك إلا ما يكون عندنا زادا متكون دجا هو من الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن من الحمل تقريباً النجمو نتكلم على خلع الورك هذا وهي فيها حتى عوامل معنتها عوامل خطورة وعوامل معنتها تفسر ظروف معينة كنت تحب تفسره أسبابه أسبابه معناتها هو معروف هو أولاً هو غير وراثي لكنه جيني قلتني هناك عامل جيني أكثر من يكون وراثي نعرفه اللي يمس الإناث أكثر من الذكور على مجموعة امتاع عشرة حالات تسعة يكونوا إناث أيواش وعليش؟ ممكن ثم تفسيره هرموني للأمور هذه ثم هرمونات معنتها تخدم طريقة معينة عند الإناث ثم زادة معنتها الكثير من التفسيرات أكثرها فيزيولوجية وسلطون أناتوميك فهناك زادة التوأم هناك ارتفاع في وزن الجنين أكثر من ثلاثة كيلورامات فصل خمسة كنولو في الأربعة وأربعة ونص هناك نقص في الماء ماء اللي يسبح فيها الجنين هناك كذلك خاصة الجنين نقولوا نحن البوزيسيون دوسياج المقعدي نقولوا فيرسي نحن نارب التونس سياج في اللغة الدرجة مقعدي معنتها الرأس الفوق والسقين اللوطة هذي كحالات لكلها بتعطي عوامل بش يقع خلع هذا الورك يعني في فترة الحمل بك نقولوا خلع دكتور يجوا نفسروها تقنيا ونقربوها أكثر للناس اللي قادة تفرج فينا تون خلعوا هو في الكرش متاع الوالدة متاعه في الكرش الأم اللي حامل كيفش تصير يعني هو شوف الظروف هذية معنتها عملت الجنين يتحط في وضعية بش العظم هذا الورك ما يكونش مقابل الجوف وينو ينمو يكون مقابل الجوف وبعد يتكونوا حاجات خورينا بش يخليوه يقعد هكاك سيتون مالفورماتيه بكتور سيتون مالفورماتيه تم مالفورماتيه معنتها معاه هو مع الخلع نرقاوه نحن زادا حاجات أخرين مهمش عاديين كي مشنوع نرقاوه مثلاً أن الجوف هذية اللي يدخل فيها الورك ما يكونش أهلاء ما يكونش بعمق معين ما تطورش ما كبرش ما تتبعش النمو العادي نرقاوه حتى رأس الورك أو العظم هو بيدو ما تتبعش النمو متاعوه معنتها هذا يخلينا نفهمه ولا خلينا يعني اللي يخدموا على الموضوع ذا يعني اللي الأمور ذا ما صارتش في الأشهر معنت صارت في الأشهر الأولى للحم لتكون المفصل هذي بإنسك تقولي جيني دكتور لهنا ديما أحنا الأمور الجينية مربوطة ديغيكتمون بزواج الأقارب نوعاً ما هل عنده تأثير هذي لا زواج الأقارب ما عندوش تأثير في المرضى ذا زواج الأقارب صحيح عندو حاجات أخرى أمراض من نوع منتها دموية نوع أخر ومنكن في المرضى ذايا لا نعرفه زادا من عوام الخطور يكون أول حمل نعرفه حالات مماثلة في العائلة حالات مماثلة يا إما في أطفال عند نفس الأم أو هي بيدها تكون صار لها الشيادة أو أختها أو أنت قلت ديجا غير وراثي دكتور أي مش وراثي لكنه جيني هنا زوز مفاهيم يقرب مبارشة لبعضه لكن مشكي مبعضه هل الأم تنجم تكون عملة حاجات أو قامت بسلوكيات أو تناولت حاجات تخلي صغيدي نجم يجي هكذا دكتور الأم مثلا مش سلوكيات في فترة الحمل يخليه معناتها أنواع متعدوي لا لا خلقي لا هو يعني ثم ظروف معينة نحن تكلمنا عليهم بعجالة ما همش عن سبيل معناتها من سبيل الذكر وليس الحصر لكن العوامل هذه المهمة ياسر بعد في عملية التقصي ونحن معناتها لاحظنا في سنوات الأخيرة اللي الصغار والوجيونه كبار ياسر معناتها يعديوا على خلع الورك عمر ثلاث سنوات واربع سنوات اللي الأمور تحسب في الساعات الأولى من الولاد نجيو الموضوع هكذا ونحن نفشل التقصي في الموضوع هكذا معاك تتالما قوم بالعملية هذية متابش يشوف المخروقة أحنا شنو اللي هو كي سان بابا شنو المشكلوية المشكل كيف الشفيق كيف الشفيق هناك يعني خروج غير عادي لي مش طول ولا حاجم ولا هناك هي مجموعة من من يعني لسيني كلينيك نحن نقول الحاجات السريرية اللي تخلينا العوارض السريرية تخلينا نفيقوا مثلا نرقوها نحبوا مثلا نحركوا سيق في زوايا معينة نرقوها ما تمشيش معانا نرقاوه مثلا في حركية معينة نرقاوه مفصل الورك يعني يغادر مكانه وهذا حاجة مش عادية ويرجع نحن رجعوه لمكانه أو هو يكون في حالة مغادر المكان وبالتحريك متانا نحاول رجعوه للمكان انتي تسيبه ويعاود يخرج واضح فهذا المرادية تتجاوز الأم تتجاوز الأب هي من يعني من أولويات الدستور بخصص طبيب جراحة العظام والمفاصل عند الأطفال دكتور فق بهد الطبيب اللي ولد وفق أنه الصغير هذي عنده مشكلة في الورك كالك ه theme هنا نبدأ يعني نكونوا في وضعية مثالية نكونوا في وضعية مثالية اللي التقصي صار ماذا بينا نحن ديما في الوضعيات هذية وضعية مثالية تقصي صار عند الو wait عند الw me وقتاًeness ناكتو يعني في هذه الوضعية عندما يصير التقصي نكونوا في وضعية مثالية وقتا نتعداو إلى الكشف بالصداء لكو باش نأكدو اللي نتأكدو اللي الورك هو غادر في وضعية غير عادية ونبداو العلاج في يعني بعد يوم حتى من الولادة العلاج في المرحلة هذه علاج سهل هو نحن نقولو نحطو دو كوش نحطو دوبلكوش للانجاج نحن نحطو الورك الأيمن والأيمن في وضعية معناتها بتاع تخليه يرجع للمكان هذا العلاج سهل حتى في الدارت ناجمه ما يتكلفش برشا نفسروا للليبر نتبعوهم نحن من الول ورافقوهم في العلاج من الول بعد نفسروا لهم شنين الوضعية يجب أن يكون فيها وقت التبديل ووقت التنظيف وكل شيء وفي غالب الأحيان نحن بنسبة 95% أو أكثر يعني الورك يرجع إلى مكانه وتقعد معناتها يقعد أن سوفنير تقعد حكاية الوضعية هذيك قديش أببري يدوم العلاج؟ العلاج يدوم في الحالات هذه يدوم ثلاث أشهر أو حتى أقل يعني وبعد ثم حاجة نتبعو بها ونتهناو على الصغير يعني في عمر ثمانية شهور تسعة عشان نتهناو عليه تماما اللي كونه الورك رجع إلى مكان أغلبية أنت ذكرتوا التوا اللي فيقوا بيه الأوليي كي يبدأ يمشي يعني مش حتى يبدأ يبدأ مراهق في الأطناش تلطاش نسنة سنة تن عدم الحلول هنا هنا الحلول تولي حلول تولي معنتها سي أوكا بركا كل ملف والحقيقة متاعه كل ملف والحقيقة متاعه لكن هذي حالات آآ شاذة الحالات اللي يعني اللي لاحظنا ارتفاع آآ يعني آآ مقلق شوية في آآ نقوله آآ ثماني سنوات الأخيرة واكثر العاش سنوات الأخيرة في الحالات اللي يجي في سن آآ بعد ثلاث سنوات ما بين ثلاثة وستة سنوات اللي هنا في في بين سن ثلاثة وستة سنوات شنو يسي؟ تسم الجراحة الجير، أوتوماتيك ما هي الجراحة والجراحة متاع آآ سن ثلاثة وستة سنوات ما هيش الجراحة اللي تتعمل آآ آآ يعني في ثمنتاشا في السنوات آآ الأولى هي جراحة جدية خلع الورق حاجة جدية وخاصة آآ آآ ان فوتوا السن ثلاثة سنوات تصبح غير آآ مضمونة آآ يعني نسبة النجاح نسبة النجاح تقل مع العمرون. الحمد لله مع أنتها في تونس عنا من الخبرة. ثم منسوب من الوعي زادا شوية. ثم منسوب من الوعي. ثم عنا من الخبرة معناتها من الطواقب الطبية. نتعاملوا مع الحاجاتها ذوما. لكن لاحظنا ارتفاع في الحالات من جميع أنحاء الجمهورية. شمال، وسط، جنوب، يجيوا من البلايس كل. ما عنديش إحصائيات، ما عنديش إحصائيات على المستوى الوطني. لكن نجيب نقول لك نحن سنويا في معهد القصاب في القسم اللي نختم فيه. معناتها هناك أكثر من 35 تدخل على اللي يفوتوا أعمارهم ثلاث سنوات. مانيش نتكلم على الأخرين. الأخرين كانت تلبهم من كل تطرقاهم خلع الورق موجود. لكن نحكيه على ثلاثة ما بين ثلاثة وست سنوات. واضح دكتور. هل العلاج الطبيعي يعاون؟ العلاج الطبيعي عادة تأهيل تكون بعد الجراحة. أو يعاونون ياسر المختصين في العلاج الطبيعي في طريقة سحب رأس الورق أو تنزيله لشد بلاستو. نخدم معهم معناتها بصفة يومية كيبدأ عندنا مريض نتشاوره فيه يوميا نخدم معهم. وأما العلاج الطبيعي كطريقة لإرجاع ورق مخلوع هو غير مطروحة. الدكتور كتقولي عملية وجدية. شو يصير فيها العملية هذه؟ عملية في حالة تجاوز الثلاث سنوات. حالة تجاوز الثلاث سنوات وقتها يتم التدخل على ثلاث مستويات. أولاً ندخلوا على الحوث لأنه نبقاوا مشاكل زاداً الورق مخلوع يصاحبوا تشوه في الحوث في الجوف الحقي هذاك. إذن نحاولوا نغرقوه ونحاولوا نهبطوه بشيء هو يغطي رأس الورق. التدخل الثاني يكون على مستوى الفخد. العظم الفخد زاداً نغيروه التوجه متاعو والمستوى الثالث هو الغلاف اللي يدور بالمفصل هدايا زاداً نحيو البلاسة اللي كانت مخلوعة الغرفة هذيك. نحيوها كمبلتما مش كنحنا الرجوع ما يعودش الورق يخرج للغرفة هذيك. هذي يقول في انترفنسيون واحدة في عملية واحدة دكتوري تم. في عملية واحدة توفى بوضع الورق في مكانه وبعد نحطه الجبس لمدة شهرين العملية هذي يعني في عملية واحدة. قدش تدوم تقريباً؟ تدوم تقريباً ساعتين ونص ثلاث ساعات. واللي هي؟ وساعات يبدو من شهتين. ساعات نخيلو نعملو. الجهتين فرد عملية أو نعملوهم بطريقة تدريجية. ساعات ينشيح على الدكتور يعني خلع الوركين زوزة يبدو. موجود خاصةً عند الإناث. وعليش الإناث أكثر؟ الإناث كما قلت لك عندهم معتاً ينسرتين بريدسبوزيشان ثم زادة للاكسيتي لجابانتير عندهم زادة نوع سوبلس في التسيو. وذالي الحوض يختلف عن حوض الرجل؟ الحوض قليلاً يعني يختلف الوريونتاسيون. الوريونتاسيون إكزاكتولنا. بيه دكتور منعرش نسألك وقائياً هل فما حاجة وقائية أو الوقاية تكمن في التشخيص فقط المبكر أو شو بضبط؟ الوقاية معتاً يسوها الحظ منعدمة في خلق. إكزاكتوم حتى مرقيت وقاية هو المتابعة الجدية للحمل. أولاً نعرف والطبيب يعرف اللي المراهب هي عنده عوامل خطورة. فإذا كان يعمل ثم عوامل خطورة بالولادة يتم التركيز على التقصي. نحن إذا كان نعرف الصغير عنده مثلاً الجوف الوضعية هي أنثى عندها أختها مولودة وعنات من خلع الورك. زيادة في الميزان الصغير. أمها في فترة الحمل عندها يعني نقص في المهنة. فوقتها يتم التركيز ويتم التعامل مع الحالات هذه بطريقة أخرى تماماً هي تقصي هي الكشف بالصداة هي نعمل له أشعة في عمر أربع أشهر. وقتها نتعديه للأشعة في عمر أربع أشهر ونسيبوه إلا ما نتأكده تماماً اللي ما تماش خلع الورك. نقطة مهمة أخرى زيادة دكتور أنت ذكرتها وخلينا نعود ونذكروها لبيديادخولي. إحنا عنا كفاءات من ما شاء الله في بلادنا بالحق يحتذى بها كفاءات من عنا من خيرة لبيديادخ في تونس أنه ميسالش أكل نقوله إحنا الكولون هذيكا كين فيقوا فما مشكلة عند الصغير ميسالش نحطو أخوا خلي اللي من بعد الخبرات اللي من بعد أو المختصين من بعد كيفك أنت دكتور ينجموا يفهموا أموا ويبنيوا يعرفوا رشنوبش يبنيوا من بعد. نعم نحن خطرة خانة مهمة أنا نرا فيها اليوم تقول الأغلبية معتش عمروها حتى كان فما مشكلة نتجاوزوها. في جراح الجراحة العظام والمفتاصل عند الأطفال نخدموا برشة مع زملائنا الأطباء الأطباء مختصين في الحديثين والدين أو أطباء الأطفال. ونقدموا لهم معناتها الأطرحات في المؤتمرات متاحهم ونقدموا لهم في اعتقادي معناتها يجب العودة إلى التكلم على الموضوع ذايا بكثافة في المؤتمرات الطبية. وفي اعتقاد سيتم تدارك هذا الموضوع. إن شاء الله ومعاتش نرميه اللوم أو نحمل المسئولية للدكتور اللي يولد راهي ما هيش متعجب دين ولا جبدو بالقوي ولا حاجة خلقية موجودة باللي هو ما زال في كرش أمه. مشكور دكتور زياد جليلية أخصائي في جراح العظام والمفاصل عند الأطفال يعطيك الصحة على المداخلة مهمة ومهمة جدا. حكيتنا في دي دي تاي اللي بالحق إن شاء الله نسي الحوامل أو اللي عندهم حد في العائلة ولا صغير من الصغار متاحهم تعدى دي هالمحنة إذية يخذوا العبرة ويخذوا المعلومات اللي حكينا فيهم اليوم. مشكور مرة أخرى الدكتور يعطيك الصحة. إحنا خلينا نمشي ونشوفوا إش عندهم جديد أحمد تي المدينة تريدينج كامباني وأحمد تي. احمد تي المدينة تريدينج كامباني مشكورة كالعادة إحنا خلينا نمشي وبحث الشي فتحية شيف عندك إتاب جديدة. عندي إتابات. إتابات يعيني يعيني إتابات. هلو هوني أول حاجة بش نعملها في الترشي ناخو قسيتو أنا لفت كي ما تشوفوا فيه ورق ورق ناخو شوية ملح أحرش راهو مش ملح أرتب خاطر لديفغنس بين الملح الأحرش في التمليح والملح الأرتب كونه الملح الأرتب وقتين حطوه هو أرتب الخضرة تشربو معانيها تولي ملحة يسر. بحقونت حكي نحطو الملح الأحرش يخلي الخضرة تسيب مها ما غير ما هو عندو الوقت بش يذوب ويدخل في وسط الخضرة. هذيك عليش نأكد وقتين نقول حطوا الملح الأحرش في الخضرة متاعكم باش تسيب الملح الأحرش يلزمو وقت بش يذوب. بحقونت دخل الملح الأرتب وقتين نحطوه أي سيب الخضرة تسيب مها ما تخطف تود سويت الملح يذوب بالوقت وتخطف هيك الملح الكل توليدنا ملحة برشة. هذيك عليش أنا ديما نأكد على حرشية الملح. هونيا نجي الرش وتشوفوا معانيها كمية لكن ما يطلعش ترشي ملح. حتيت حكار مغرفة متاع ماكلة نخلطها لطن اللي أنا نحضر الشرمولة أتوه تشوفوا كيفاش الترشي يسيب مه مغير ما يلقى الوقت بش يمليح. ونعمل الشرمولة متاعي اللي بش نخلل فيها الترشي وتشوفوه كيفاش يسيب المه متاعه لكله ترشي ونعصره ونحطه في المعنىها في وسط السوس اللي بش نعملها. السوس بالطبيعة بش تكون هريسة سيكام الهريسة دية لبنينة اللي الفلفل معانيها فلفلها مجموع في وقته في الصيف. تعدد دي كنتخول على ريبتيسيون معانيها مراقبة كبيرة في البخودوي سيكام على خاطر ما نعرفو اللي المنتوجات المخدومة في الصيف هذوما يزمهم برشة مراقبة وبرشة معانيها. السابواغ فاغ معرفة بتاع تكنيك خدمة وذي يلو ميوخ بخودويد لانيرا هو مش من فراغ جوست أعلى خاطر حاجة متميزة وخاصة فغيمن ممتاز. السابوات هنا عندي خل شوية خل انتم تنجموا تحطوا اي نوع خل خل تفاح خل عادي تنجموا حتى استعملوا لارنج. لارنج بنين ياسر ياسر المام بتاعو في الترشي. فما دايو غنوى اخرين ترشي مش هذو بركة فما نوع اللي تعمل ترشي ابيض يجي. بالمام بتاعو رنج بركة تاو مر اخرى كي نعملو كوسكسي. تاو وقت بدالة رنج في السجرة. تاو من نجيبها رنج ونواريكم كيفيش نعملو ترشي ابيض بنين ياسر. من التقاليد اليهودية التونسية حاجة متميزة على الاخر. هذي نجي هنا حتيت شوية بصل مقصوص. لاخذر متاعو نجي نحط شوية كلافس. وإلا ماعد نوس انتو ما يقعد لكم الاختيار. ماينا نحب مطعم الكلافس في الترشي حاجة بنين ياسر. ماستعملوش ياسر احنا الكلافس في الحاجات هذو ما إلا في الجيري. هلوكو هو في الترشي حاجة بنين برشا. ناخو الزيت متاع تن الموجة زيت زيتونة. اخترت اليوم باش نستعمل زيت زيتونة متاع تن الموجة. هوني نجي نستعمل الزيت متاع تن الموجة ليهو زيت زيتونة. ونشوفو الحكة وقت اللي نحلوها متاع تن ما فيهاش ميات لكلها تن كامل كيما هو. معنا هذي وقت اللي حليت الحكة كسرتها. متن كامل مرسويت زيسوها الحكة الكبيرة وإلا الصغيرة. ديما نفس الكاليتي الموجودة في التن الموجة وتن البدر. هو معلب باليد مفوح بالرند الجبلي معنها مخدوم خدمة اغتزانال حاجة متميزة للغاية. الكاليتي متاعو فغيما هاي لبرشا ملح وإكيلي بغيما فيه شاسر ملح. هذي كاش خليني أنا ملحجات اللي بغيما نستعملهم. هونية تشوفو في الترشي كيفاش ترخف ديجا ولا كله تري ما غير ماذي بالملح برشا. والترشي متاعنا ولا تري. نجي نصب عليه شوية ماء باش يتشلل باش ما يلسقش فيه الملح. ونجي نحط نعصر ونرمي ديجاكتما في السوس. هو ما قاش وقت باش يشرب الماء الملح بلوتو. جز تنحى الماء متاعو أنا نعصر الترشي ونبدأ نرمي فيه. إذا كنحس شوية ملح حرش في يدي نعاود نغطسو في الماء باش يتنحى منو أكل ملح الكل. أنا متأكدة اللي يجي ما هوش ملح بالكل خاطر ديما نقدو أنا ما نحبش يصر الملح. على أخي سكيفي. طريقة هذية. لقيت اللي الترشي متاعي ما يشربش الملح لكن الماء متاعو الكلو يتيح. ويبدأ بنين فيه تقرميشة بنينة متميزة. على أخي نهز هذا الكل. نعصره أمليح وهذيك كل ما والملح اللوحهم ما حشتيش بيهم جملة. نجي هونيا ونخلط الترشي متاعنا. هذي هو الترشي اللي وعدت بيه أنا اليوم باش ننوري هو لكم. طريقة سهلة. طريقة معنها فيسع فيسع تعملوه راهو ترشي والحاجات الظومة. سلايت معنها كي ناكلو مع اكلام تونسية متاعنا سحن ترشي. احنا ديجا كلينا سحن سلاطة بنينة متميزة. هذي هنبعد باش نزينهم. نتخلطون انا باش نزين البوراتة. البوراتة هي جبن. بتبيعة بوراتة من عند مريح متميزة برشا. هي جبن موزاريلا. لكن وقت يخدموها يحطوا فيها الكريمة. ديما تلقاوها تعوم في وسط الماء. نهزوها بالسياسة. كي ما تشوفو فيها هكا. هي الموزاريلا يبدو يخدمو فيها حتى ينتولي كي ما الورقة. يعبيوها بالكريم ومبعد يسكروها حتى ينتتسكر كمبلتمن. وتقعد ديما معبيا وسطها بالكريمة. برشا عباد يقولو شنو يعملو بها البوراتة. هي سهلة يسر. كي ما تشوفو نحطها في سحن هكا. نجي نعمل فوق وجهة. رشا خفيفة اللي يحب الملح ولا ما يحبش. اللي عندو بيستو وكي ما تحبو انتوما. رشا خفيفة في الفلكحل اللي يحب الفلكحل. مكنش ناجمو تخذوها باللاينواغ بنينا برشا ديجا. اما انا تعجبني بالفلفلكحل. والملح حاجة متميزة للاخر. اللي نجي هونية ونقصها. في أربعة ولا في ستة. بتاو تشوفو كين قصوها. كيفاش هي تصيب الكريمة بتاحها. ونحطوا بحذيها. بحذيها دي مويت. اللي مويت هما عودة متاع خبز. حتيتهم قصيتهم جرائر. وباش مطهم. وما قعد إلا باش نغطسوا في البوراتة. وتاكلوا. هذو ما اللي مويت متاعنا. يتسميوا مويت على خطر يغطسوا باش تاكلوا بهم. ونحطهم بحذيها. وبعد متأكدة انا اللي سافي باش جي تجري. باش تذوق هالبوراتة. كينك حاضرة. اللي راضي وكينك حاضرة. للي انا متأكدة ديجا. هذو ما اللي مويت اللي باش تاكل بهم. البوراتة. نحط لها ديجا كعبة غادي. بخطر نعرف لها باش تبدأ بها. وهذو ما اللي يجي يهز من وسطها. ومبعد يقسموا أكل موزاريلا. هذي كمورسويت مورسويت. ويأكلوها. هذي طريقة من الطرق اللي ناكلوا بها البوراتة. ما يفهم برشة طرق أخرين. طو كل مرة نعملكم نوع جديد من أكلت بالبوراتة. انا خلي كلمة الصفية ونشوفهم بعد ديسير مع بعضنا كيف بش يكون. مانيش بش نطول عليك يا شيف. مش على حاجة بش نجي ذوق البوراتة بعد ديكا شوي. احنا قبل هذية خلينا طبعا نمشي ونشوفو ش عندهم جديد. الجميل الطبيعي معا بموق الطبيعي في الفقرة. هذية مع مدام مونيا غزيل. كالعادة أوسلنا لفقرة الجميل الطبيعي. وطبعا كنقولوا جميل طبيعي من نجمو نقولوا كينت بموق الطبيعي. مرحبا بيك مدام مونيا غزيل. صحبت بموق الطبيعي وسيدة الأعمال. صحبت؟ حمدو لله. مرحبا بيك ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات. الحمد لله يا ربي. الحمد لله نفرح كراك أنا لبيس. حمد لله. يعيشك يا مونيا. بأول حاجة اللي زي بنا نبدأ بها. نذكروا بليزة غاية سمتاعنا كالعادة. عنا 2.2 شوروم موجودين. طبعا البموق الأم موجودة في المنزة 5 نهج الخلفاء الراشدين. وكيف كيف قوان بانت شوروم اخر موجود في سوسة في الساحة الموجودة. طبعا في سهلول شير عيسر عرفيت. يقامت مولكا برمير إتاج. حمد الزراسك تلقى. لانساني دي بموق الطبيعي بيانسور. من يلقى فيها كل شيء اللي موجود في تونس موجود في سوسة. كين كيهنا. كين كيهنا. ساعة تجيل تونس كيبديو عنده دي رندبو. كين كيهنا. والبرموشيان كيما تلقاها موجودة في تونس. اي. حوها موجودة في. اكزاكتما. والنصيحة كيما في تونس. كيف كيف. كيف كيف. دانك. وزيت اوني كيب فورمي. تواسا ما حني موجودين في المعرض حتى لنهار لحد. حتى لنهار لحد. ازر برويحكم زادا كيف. سيدي عبد الحمي. لابون بخوموسيان للنس السيحة اللي تحب تمشي المعرض. سوسة دولي سيدي عبد الحمي يتنجمو تمشيو من هني لنهار لحد. هاوكا مزيت البرموشيان متواصلة. اللي بخودو دو بيموق الكل موجودين. اللي كان سيي موجودين. حتى 50% في المعرض. ايواش. اللي معنيها احنا عملناها سبيسيال ديمانشة كهو. اما ينجمو يمشيو ينجمو. كيقولوا لانا تفرجنا في مونيا. عاتيونا 50 بتاعنا. ياخبو 50 بتاعهم. مونيا كل عادة احنا ما نجيوش يدينا فرغين. عمرك ما دينا ويدك فرغة. دي ما فاما جديد ودي ما فاما المنتوجات الجديدة. كل عادة ونحكيوا عليهم عنا المولود الجديد بموق الطبيعي. اللي هو سيروم الفلفل اللخف. اللي هو سيروم كونسنتري للشعر. للتطويل اللي يناحي التقصفات. يجينا البريانس. يحركنا الدورة الدموية اللي. شعيرات الدموية اللي في شعرنا. كلنا نعرفونا عنا. شعيرات الدموية في الكوير شو بلور. دنك اوتوماتيكما بيش يعاون عالغو بوس. ويوقفنا اميدياكما تفرج. وحاجة اخرى اللي هو يعمل. يملى فراغات متعلاح يمتعرجي. في باليك سي تخي يماندي لحكيه هذي. وحاجة البرشة يجي ومثلا مش. حال دون كونا شخشي. عملنا ديزيتويت. وهذي كراه يعبي اكل فراغات. عندي سؤال اخطر هنا. يمشي للحواجب نجمها. يمشي يمشي. يمشي للحواجبها خفيف. خفيف نجم تحط عليها بال. بالبنسوم بتاع المسكرة. حتى باللي بيجيها. هو بيجو هكا تقطر قطرات وتعمل. بيصير ترد بالها على عينيها. تبعد على عينيها وتعمل. دونك يقولو فلفل اخضر مونيا. غيش باللي فيتامين. كل عاد. كلو غيش باللي فيتامين. على الاخر. على الاخر. دونك اذا مع شنوها يمشي مونيا. بتلك كور متاع شويت بيش بوب. يمشي مع زيت متاع الكستراغوبوس. اللي هو احنا كنا مسامينه زيت الحريقة. يزينا. تميه زيت الحريقة خذيونا. خريبي هزونيين. نطفالي. كاي. انت بقى ليرشور ما تتهزش. هزوني معه بليها. دونك يستعمل هذيك في جلدة الرأس. بشي عازز الاغاسين. ويحل الدلاتاتيون. متاع اللي فور. نستعملو معه. زيت. مستعملو معه. مستعملو معه. زيت الحريقة اللي هو. اللي هو. اللي هو. يعمل غوبوس. إميدياتم. معناها. الغوبوس تتصير كل واحد وعشرين. دونك تقف. شويت دو شويت دو شويت. ومعها. الغوبوس بيشور. البايبي هير. ما يدويل. شعر قبل واحد وعشرين نور. مره. أنا سمعت. يقولوا عشري. راه وفرس يجو. سيكل دو في. متاع الكواسانس متاع الشعر. متاع الشعر. نخذو تليفون مني. ونرجعو نكملو على مواليدنا الجودة. نقولوا عسليما مرحبه. مرحبه. كان عنا اتصال تعطيونا. في البلاتو. إلا أن يحضر التليفون. على راحة هم. فريجي. داك كاملو. بعد هو. نجمو نعملو هذيك. اللي هي. اللي هي. اللي هو. بالروز الأسود. راهي ترتب الشعر. جين فاسون انك. وخيبت كيراتي كيراتي. أنا ري التيمونيج. وعندي تيمونيج. داو في التليفون. سبح الفل ولياسمين. مرحبه بيك يا مدام وعليل. نصوتك شوية. ذري سو تراجل. نسمع فيك. شكونوا معانا. علي سمحني يا سيدي. قلت مدام مرحبه. سيدي الغالي. سفاش حوالك. حمدو الله. يا أخي. شنو استعملت من بموق الطبيعي. وشنية كانت انتباعاتك. أنا مشيت. كنت استعملت برشها. دا حاجات أخرية. أنا أقبلت مع مدام ونيا. ومدام ونيا مشهورة. ما شاء الله. غنية عن التعريف. ربي بارك لها مشيت لها. يعيش. في الوجه. من الشمس. أعطيتني. أعطيتني. أعطيت المونتير. وخليط الكريم. اللي ينحي. اللي تشهدوكم. استعملوا نهار ونهار. الرجل طهر. ما شاء الله. ربي بارك لها. بصراحة خطر. بله خليط حاجات. ما مشيت الجملة. مع مدام ونيا. تنكحة. بالكداية بالكداية. والحمد لله. نتيجة سنتين مكمل. يعني في الخطر هي. عصبتني وقت معايم. 8 شهور 9 شهور مش يتنح. مش يتنحاول نتشفظوكم. حمد لله. برض. ثم نتيجة وصلك التفتعية. 95% والحمد لله. خطر صراحة. مش مرمي ورود. يا مدام ونيا. بارك لك. الصدق والمصدقية والثيقة. سيخطو يأتيك صحة يا سي علي. على اتصالك ومشكور نفرح. بارشك يلقى الرجل هكا يهتموا بالجميل. هو يخدم في الشمس. نفل. نفل. بارشة معناها هو خدمته في الشمس. ويجيب عنها كريب خوفاند للتاش والكل. ما عطيتوش لغامنا على خطر هو راجل. مش يقضي واسع بيلو. عطيتو صحيح الصحيح. عطيتو صحيح. وان فلوس هي الكريمة متاع القروندين. انا كنت في دبيا الدرناع ما. جبت انا بلانت اللي هي تعزز. اكلك حولية مش تزيد تخرجها. والله. والجولة بيت خشيخ. وزيتها في المنتوج. ومغاليت في المنتوج. ومغاليت في المنتوج. هي هي. هي اهم حاجة. دانك اكيد عطيتو كمتليمون. أليمان تخذ. انضوبل. يعني اوكي. نحفظو البشرة. لكن زادا نصرفو. من داخلها. بشي يتنحها. انا نبهت. مثلا تقول لك. استعملت الكريمة هذي. وهذي هاي تنحي هكا. وتعمل هكا. وبهي. والغجلتها بعد. كان ما ننطفوش من داخل. كان في المرادة. كان في الصدفية. كان في المتعوجعة قوية. لكن راهو دي ما يفو نتوهي الانتغيار. بل. خاطفا ما دي توكسين الداخل. دونك. دونك. لازم يخرجوا به. نكملو نحكيو على. المسك إدغاتان هذي. اللي يعطي إدغاتاتيان. انفون دور. لشعر. ماسكي غاتين. عنا تموانياش في البلاتو. احنا. موجودة قديمة. وراتني شعرها بالحق. يا ما شاء الله. قاتلي بليش سيشوار. اعملت ماسك في الحميم. سويعة وشللت شعري. ماني فيك. من غير سيشوار. من غير سيشوار. من غير سيشوار. شيح. إذا تراو حد الدار كملت عاملت لمها معها. خاضوا شعوراتهم يرافر في الزوء. دونك. سد الكيغاتين ناتيوغيل هيقية. اللي هو خير. احنا دي ما نبعدو من الكيغاتين الصناعي. أو الانديستريال أو الشيميك. على خاطر ما ظهره أكثر من ما نيفه. دونك ستون كريم. تعطينا إدغاتاتين. تعطينا لمعات. توقفنا التقصف ومتاشعر. السيخطوحنا اللي شعرنا بلان. دي ما بهتلو مبالح. دونك إذا يعطيك هكا لمعه سبيسيال في شعرك. وينا عندي اتصال اخر. مونيا نيخذوه. 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 مرحبه. مالو عسليما. عسليما لله. شكن معانا. سونيا. سونيا مرحبه بيك يا سونيا. مرحبه. قولي شنو استعملت مادام وشنية. كانت النتيجة. مش قيقة نتيجة بيه. بيه علقها. شنو استعملت. انا استعملتها وستعملتها الوالدة. والحقيقة بيه. نتيجة بيه. هاي. شنو استعملت قولي. مكش حابه تقولي شنو استعملت. سمت غانم تعليفاغي. ليفاغي. هاي موجوده قدامنا دي جاي. دونك ارتحت تفرهدت. انا هل ما عنديش لي بغيث. انا اتقومي استعمل فيها. انا ساعات كي نبدأ تعمل. نتمن بينهم تقايا بالحق. وشي صراحة. مش عادية. هاي. لا يلقات نتيجة الوالدة. تفرهدت. ولا تتمشي بالكده. لا الحق. بالكده بالكده. الحمد لله. يا تكسرها. هي صديد حبي عملها عملية. لكن احنا محبينيش. نتيجة تستعمل فيها. وتفرهدت. والحمد لله. ان شاء الله باللطف عليها. وسلمنا عليها برشا. تحياتنا ليك. طبعا كيف كيف. دونك. خام الفاغيس. مهوش ناسي ساغلي واحد. راهو يبدأ عنده الفاغيس. سحي. احنا اللي كنا بتعبوا بالسقان. وبالسركولاسيون. وبالعصاب. والوقت هم الناس. بسخانة فهمة. اللي شوفيو غمتع الكراهب. اللي بتعلك ميل. وتستعمل نساور جيل اللي راهي. اما اتنحي. انفاخ. ولجاعة. والتنميل. والحريق. وهيكا حشيكم هكا المصمار اللي في القدم. اللي كزيدة قبودة. وكان زجور مايقعدش. كتجينا نقولولها كيفش تستعملها. ولميطود. بش تعملها. بربي خاطر اينا اللي نقولوا بعد. هاو هكا هاو هكا. كل مثال. ولقن على المنتوج هنا. الحورة فيه هما اللي بيهم الفيد. طو برشا نسمع. طفية اذهب اللوبين. اذهب اللوبين. وربحوا في المسخونة. راهو اللوبين اذكر. اخذروا له. هذا هو اللوبين اذكر. كريستال. الكريستال. راهو. اهاو. كل هذه اللوبين اذكر. راهو مش معناها اللوبين اذكر. غالي برشا. غالي برشا. ومش موجود احنا عدنا. واثنين ماهوش اللوبين اللي نمغذوه دي ما احنا. اذكر هو راهو اللي نفخوا في المسخون. وزيدوا مغرفا شيء. وحطوا على الغاز طيب. لا 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 ما يتيبش دجا. هذا دجا بش تاخذ القوة متاعه. فما تكنيك تعمل. فما تكنيك مش تخدمها. مش تاخذ الكستخيم متاع مش ناخدو الزيت متاعه. احنا نستعملوا اللوسيون. ونستعمل منو في المانتوش اترا. بخلاف الاضافات الاخرى اللي بخلاف. 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 او اذهب اللوبين اسمعتو في الترنت. حطو. لا مش معقول زيدا صحيح. خلينا ياخذوا اتصال وبعد نعملوا دورة. على مختلف منتوجات. بعد مرة تقول ما حليلي اللي قريته في السين مشي. لا لا. او الله الترنت. انت دجا قاعدة ترجم في في اللي بخدوي اللي موجودين عندك. والحمد الله. مرحبا يا عسليما. عسليما. مرحبا يا لله شكول معنا. معكم مادام حبيبة. مرحبا بيك يا مادام حبيبة. قولي شنو استعملت من بي موقع طبيعي. استعملت صدفية الدواء. صدفية. عشب. لحقيقة نشا معي بالقدام. الله يرحم والديها وبركلم. لقيت نتيجة المفيد. صدفية نشا معي بالقدام علىها. والحمد لله. لك شهور. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وتخلصت منها نجمة قموتة. معناها مادام تكمل راه. في الفيش على هنا مكتوب لك. معتنك شكتها شوري. عايشك. مش ما ترجعلكش. كبير. عايشك. عايشك. إن شاء الله باللطفة عليك. إن شاء الله اللي بيس. إن شاء الله يا ربي دي ما فرحانة. على خاطر مني. يا صدفية حاجة تقلق برشا. كيفها كيف ما البرس زادتش كيف. بعد مرات. يلعب ويسر على البسيكولوجيا. حالة متاع صدفية دوخ. يقول لطفة مع بيت توصل متنا جا مش تمشي. صحيح. وحمد الله لقينا أعشاب اللي تخلصوا منها دجا. الحمد الله. والحمد الله يا ربي. وكي تبدأ حاجة إنما نعرفها اللي معناها العشاب وحدهم. نبعثها للطبيب. أي تستعصى يعني تخرج من من اختصاص. امشي شوف الطبيب. تبدأ بالدم ولا تبدأ يلزمها انتبيوتيك ولا حاجات. معناها نقول لها برا شوف طبيب. ولا تبدأ انفكشان كبيرة. كبيرة جزتما. أحنا حاليا عندنا توا قديش. حمد الله ما جينا حتى حد وهو ارجاع ولا ما تخلصش منها. جزتما واظبة. حمد الله يا ربي. بالحق تواظب. وتاخذ اللي بروديو متاعك في وقتهم. احنا في العادة نعطيو الدخلين ونعطي مرهم. كتاب دا ايجيو زادا ما نعطيش المرهم معا. وقلها نظاف لي من داخل قبل. غيادهم بعد طب تفارج شوية. نعطيوك. دونك هذا الكلو موجود في ناشخولة في راشدين. ماذا الخامس موجود في. في سوسا في سهلول. شده جيسر عرفيت طبعا في إقامة ملكة. فرمية توجو موجود زادا كيف كيف في معرض. سوسا دولي سيدية عبد الحميد. حتيش لنهار لحد عندكم دي بخودي سيلكشيون دا غتيكل. عليها 50% هكا والليمونيا. دون والنيس اللي تحب تشارك. وتربح كالعادة في الاتغاج بموك. شد ما عاملين البلانت في الانستغرام بتاع بموك. اللي يتاقي ثلاثة من أصحابه. ويقوموا على الأدريسة بتاع سوسا. راهو ياخذها كدو. يا إزر برويحكم ملا تاقيو صحابكم وحبابكم حتى كثير من ثلاثة. تاقيو جميع الكل. بيانشور بشاركو. تاقيو. 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 تاقيو الفيقسي بون مين. فما لبرودو فامو. لبرودو فارض بيموك طبيعي. اللي هو اللي سكر كولي. انتو ما. تاقيو. تاقيو الأصلي اللي عادنا. تبعا 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 كل موجود فيه بيموك طبيعي. معاليك طبعا كان على تتصل على أرقام الهاتف اللي موجودين أسفل الشاشة. بيش تسئل أو بيش تعرف أو بيش تاخذ معلومة. وإلا جي. مازة سانك. وإلا في سوسا طبعا تلقى. أولا في المعرض تقاولي بخدوه الكل سمحني كن السفاقس يطلبو على 29 031 032 رانا مناش موجودين في حتى معرض في السفاقس دانك يجي يسوفي دابلي وراه هنا بعصولكم بالسفاقس وبالبروموسيون وبالكدو معه يعطيك صحة مدام مونيا بزيل صحبة شركة بيموغ الطبيعي سيدة الأعمال دانك كنت هذي فقرتنا لليوم البيموغ الطبيعي استنيونا الجمعة الجاية دانك كانت هذي الفقرة الخاصة بالجمال الطبيعي وبيموغ الطبيعي نعود ونذكروا مرة أخرى إنهم موجودين والحد الهر لحد بمعرض سوسا الدولي سيدة عبد الحميد دانك حتيش الأربعة نوفمبر انهار لحد إن شاء الله دانك بروفيته مليبوني بخوموسيون ولي بخودويل هاي لينة اللي طبعا من عند بيموغ الطبيعي وانا بش نمشي نبروفيت يا عندي منذوق بحذيك في الكوشينا أذوقا من بعد نجي يا ايجا ما اذوقا من بعد اما اذوقا من بعد بيه والا ما يسيلش نعاون فما حاجة نجا ما نعاون فيها اه وي وي داكور انا عندي كريمة بستاش مهم سمقتشيف طيبتها بش تبدأ بردة شوية مهم وقالا كان نخلطو عليها سخونة ميسيلش هنا ديجا طبعت كعبات بش ننصبق احنا ممتلاج احنا ولا فاسوناعج بش نعلو فاسوناعج فاسوناعج حي هذي نجيو نحطو الكريمة في وسط المولة دوما اي نوع مولة راهوا اللي عندكم في الدار هما اللي تخدمو بيهم دوما المول قاوة طبعا عن سن سيخ خي بيان عندو انواع واشكال معنها بيش تعملو ديجاتو انديفيدويل ما فماش خير منها كمول تنجمو تختارو اي موديل تخدمو بيه انا هذو مراو في لساعد في لسالون دوتي يجيبوهم يجيبو نحسها حاجة صعيبة قدش قحدو يخدمو تحسها برشو ويها يحكيها سيهلة تحبت سهلها تسيل تحسني بسهلها مشاكل شايفة أنا باتسريات نمشي له بديت تعملو العرك صافي خذلي ما عادش تسمع كلامة وشي تقولهم على فاسل ميلفيد ايش نوع تتمش تعمل العرك مع العباد كيفيش كيفيش صافي مو انت تعطيني اللي زاستوس وليك تتنسي يعجبك شي تاو بشي مش تعمل العرك مش عرك نعم رمارك غيكلماتيون غيكلماتيون وي منحقك منحقك واالا حتى أنا نقبل لغيكلماتيون نقبل النقد نقبل كل شيء بيانسوف شو نحسنون نطوره بيانسوف عندي حتى مشكل مع النقد ومع اللي موغ مع كل شيء اوكي الو الو شوفت كيفيش حطيت انا اللوحة طيبت الكيك المتاعي اللي هو كيك بانات لكن كي طيبتو جيت طبعتو بلونبورتو بيس بيش يخرج كعب كعب كي ما ترافيه هاكي يبدأ قط قط دو ناخو شوية معجود هو ممكن نحطو طول ما يلسقش ناخو شوية معجون سيكام اللي بلمشميش نحطو هو بش يعملي لا ليزون بين الكيك والا الكريمة وانا الكيك متاعي كيك بانان سمخت شيف جوز تعملت حتيت كعبتين عظم ميت ميلي حليب ميت ميلي زيت خات نحبو بالزيت انا الكيك وحتيتو طاب لكن في عود نحطو في كيك حتيتو في ورقة وطيبتو هذي بيش نحطهم طوى في الكونجيلاتور انا حذرت دجا طبخة سابقة شوف كيفيش نحط كنحط ننزل ميحة ننزل بش تطبع صحي يتسمى طبعا كل الكعبة نحطها ننزل عليها مليح انتو ما كان عندكم فاكية ولا حاجة وتحبوا وتشيخوا رواحكم وتدلوا رواحكم وتعزوها تجي وتنجموا تحطوهم مع الكريمة تنجموا تحطو شوية فاكية هذي يتوا بش يمشي الكونجيلاتور وبعد نشدوهم قبل يتحب حد ساعة اثنين ساعة بش يبردو يش يدروحوا صحيح انا هنا عندي دجا الكعبة اللي خدمتهم وخرجتهم الكونجيلاتور بش ما نفوتكم بحتى شي نجي نهزهم كي ما ترا فيهم هكا وناخو بالبنسو وندهن الكعبة يجموا يدهنوها بالمعجون اللي يحبو فخاج المعجون اللي يحب انا نحب ياسر ممش ماش واضح جاد دخصة وناخو نجي هونيا وناخو انوات كوكو ولا لوزم دشش هو انوات كوكو يعمل يزم ياسر به انتي تحبو انوات كوكو انا نحب انوات كوكو نحب الفكير نقول لك على حاجة نحبها مرة جاية شايف ايه قول قول ميسيل شايف كل اللي تعملهم كما اللي تفوق بالموطن لغوشي وله نجموز كل عام تاكش في الغوشي يا صحيبي والله نحبها ياسر لغوشي تقرب لي لفات ايه نقرب ميسيش انا احنا تدخلين طوى على شهر ديسمبر تقولوا ديسمبر قولوا لفات كل مرة شوكو لعك حاجة دكار اللي يحبوا عليهم العبيد ولي تحبهم انتي والجميع هوني طو كل يوم تعمل كل يوم ننشد واحد شنو واحد نعمل صنداج دوبينيان لهنى هاي كل واحد طالبيت وشنية كل واحد طالبيت وشنية وماما نويل مش بابا نويل الشي فاتحية تحقلكم اللي تحبوا عليه الكل شعري قبيض دكار دون ما عندش لحية لا ما عندكش لحية ما عندك برشة تقنيات في ديك ايش يا عيش بتاخذ بالخاطر شفتوحا ايه حمدو الله حمدو الله واونا جيم بيان فيك بليزير للعبيد كوجينا كلها بليزير كلها بليزير سي دي بليزير هكيا نبدا وغتينيهم بيان غارني داتوا انديفيدويل مقعد فلا بش نزاينو في الطبق اوكي شيف نزاينوهم بعض مالا في القوف ولا نزاينو احنا في القوف خلينا نخرجوا فاصل القصير بعديك بيانسوش القاو صفرتنا وطاولتنا بالخيرات منصوبة من الامنة فاصل ونرجعو لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خادر هو الاصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الاجبان اجبان مرياح سرها صنعة لدين حرفة وطقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شي محسوب بش نوصلوا ننشو جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخوا وقتوا وبلاستوا ونتبعوه من اللي حذرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو انو ادوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا اجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين اتوينسا كيف يحكيوا على ميك لابنينة يقولوا طايبة سلا سلا وتن البدر حذرناه سلا سلا محذر بتريقة تقليدية مرقد في احسن زيت زيتونة اغني باللوميكا تخوا تن البدر صحة ونكها وبنة عرفتش توصر تن البدر وهل يخفى القمر سير مؤسسة تنسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل تسعى بش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول ترجمة نانسي قنقر سير تحط على ذمتكم فريق مختص بش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراتو كي مقرات حسابلي بخوفيسيونيل في كل ما يساهل عليكم الخدمة ترجمة نانسي قنقر المغرومين زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه بش تسهل عليكم الخدمة في دياركم بش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشورو ممتعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72-217-616 72-217-616 اشتركوا في القناة كل عزيزنا طيكارة ونودك يجينا سيكام هي الأمارة وبسرها تزهينا أهل بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام نادى ورقبه نداء خفية من حسن إلى أحسن بالنسبة لي برتا عهدة وفات كانوا باب جنت حل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي كلهم كانوا ما كبيري وزيني بسم الله والله أفضل نور 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 المكان كامل نور وواق وابل العرض صدقني معناتها شيء فشار مبدأني نداء نغزق وفعلا صحيحة خضرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين برشة شوى وبرشة موديلات تستنى فيكم الإبداع شعارنا والإتقال مهمتنا وكيف مختصة على بمتكم وهديتنا لكم 20 سنة وخلص العام الجاي برغي ويغيدو بيتعر اشتركوا في القناة